تتحرك التطورات بين روسيا وأوكرانيا على أكثر من خط فيما يتعلق بأزمة الحبوب باستيناف اتفاقية التصدير برعاية تركية أما على صعيد المخاوف من استخدام النووي فتأكيد من روسيا أن منع وقوة حرب نووية من ثوابت سياستها فيما واشنطن تشير إلى أنها لا ترى أي مؤشرات على أن روسيا تستعد باستخدام أسلحة نووية على خط الميدان إحباط محاولة تسلل وهجوم أوكراني على أحد مواقع توليد الطاقة الفهربائية في شبه جزيرة القرم بحسب ما أعلنت السلطات المحلية هل ترد روسيا على محاولة الهجوم على جزيرة القرم؟ ما الحقيقة بالنسبة لاستخدام الأسلحة النووية؟ وما هي الضمانات التي طلقتها موسكو من كييف لاستئناف اتفاقية تصدير الحبوب؟ معنا الآن من موسكو الكاتب والباحث السياسي بسام البني مساء الخير أستاذ بسام مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار دعني أسألك بداية عن اتفاق تصدير الحبوب هذا الاتفاق الذي حين أعلنت روسيا تعليقها تنفيذه كان هناك مخاوف من أن مسألة أزمة الغذاء ستعود مرة أخرى إلى الساحة ارتفاع الأسعار وكل هذه الأمور الآن روسيا عادت إلى هذا الاتفاق على أي أساس برأيك عادت روسيا؟ عادت روسيا بناءا أسعد الله وأقاتك أستاذ محمد ومساعدين سكاينيوز عربية عادت روسيا بناءا على رضوخ كيف لإعطائها ضمانات مكتوبة بأنها لن تستخدم ممر الحبوب للأعمال العسكرية ولن تستخدم ميناء أديسا للأعمال العسكرية ضد الأسطول البحري في سيفاستوبل أو في البحر الأسود هذا يعني أننا أمام التزام جديد من كيف وافقت عليه روسيا ولذلك عادت إلى هذه الصفقة أنا برأيي هذا الموضوع موجه بالذات إلى تركيا الضامن الذي كان الوسيط في موضوع صفقة الحبوب بأنه لنلحق الكذاب لورى الباب أما إذا ما عادت كيف إلى عمليات استفزازية عن طريق هذا الميناء فلدى روسيا القدرة على إيقاف هذا الممر وإيقاف أي تصدير للحبوب من أوكرانيا ولكنها أثبتت للعالم أن أوكران والغرب من ورائهم يعني يريدون حق يراد به باطل عندما تدعو أن الدول الفقيرة ستحصل على هذه الحبوب عندما حصلت الدول الغنية فقط يعني على 90% من هذه الحبوب روسيا مستعدة لتصدير الحبوب بدون الرجوع إلى البحر الأسود عن طريق ميناء سيفاستوب ميناء نورسيسك والمضائق التركية إذا اضطر الأمر وتستطيع إيقاف صفقة الحبوب حتى ولو قررت الأمم المتحدة بالاتفاق مع تركيا وأوكرانيا التصدير دون روسيا باستهدافها للبنية التحقية في ميناء الأسود طيب ولكن أستاذ بسام البعض يقول تعليق روسيا لمشاركتها في هذا الاتفاق لم يوقف الشحنات الشحنات استمرت كان هناك شحنات خرجت من هذه الموانئ بدون أي مشكلة وبالتالي البعض يقول قرار روسيا تعليق مشاركتها في هذا الاتفاق هو يعني لأغراض الدعاية والأغراض العلاقات العامة لا أكثر ما رأيك في ذلك لا لا أستاذ مهند لأنه يعني عندما أعلقت روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب بدأت تمتنع شركات تأمين على تأمين صفن المغادرة لأوديسا وأهمها الشركة التي كانت تؤمن باخرة التيتاينيك الشهيرة والتي دفع صاحبها وقتها خمسة مليون دولار مليون جنيه استرليني كان وقتها بمعادل خمسة مليون دولار اليوم بدأ يرفض بتأمين هذه الشحنات يعني هم خرجوا عدة صفن كانت مؤمن عليها بالفعل قبل أن تعلن روسيا تعليقها ولم تستخدم روسيا استهداف ميناء أديسا لكنها لو استخدمت السلاح باستهداف ميناء أديسا أو البنية التحتية في ميناء أديسا لا كانت هذه الصفقة ذهبت أدراج الرياح روسيا لا تريد أن تجوع العالم وتريد أن تثبت للدول المتعاطفة معها وخصوصا الدول الفقيرة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا أنها مستعدة أيضا لتزويدها بالسماد والحبوب الروسية حتى بدون مقابل هناك 500 ألف طون من الحبوب قررت روسيا تزويدها للدول الأفريقية دون مقابل لكن اللوجستية هي ما تمنعها من ذلك هذا النقطة النقطة الأخرى هناك 300 ألف طون من الأسمدة في ميناء في الموانئ الأوروبية لا يسمحوا لها بالمغادرة إلى الدول الفقيرة وقررت روسيا إهدائها إلى الدول الفقيرة إذن روسيا تلعب مع الغرب لعبة القط والفأر صحة التعبير هي تثبت للدول الفقيرة أنها مع أطعامها ومع عدم إنشاء أزمة غزاء عالمية وبالذات الوقت تلوح بأنها ستوقف الصفقة لأن الأوكران برأيي الشخصي يعني الأوكران ينافسون بالأسعار الرخيصة جدا والذي غير مناسب السعر لروسيا لذلك عندما قامت روسيا بسحب مشاركتها أو تعليق مشاركتها بهذه الصفقة تفعت أسعار القمع مما يعني أنه يمكن تصدير للدول التي قادرة على الدفع بأسعار معقولة تناسب المزارعين الروس الذين أنتجوا هذا العام الكثير من الحبوب وكان الرقم قياسيا الأسواق ارتاحت لاستئناف روسيا العمل أو العودة عن تعليق مشاركتها في هذا الاتفاق ولكن البعض يقول هذا الاتفاق ما زال هشا لأن هذا الاتفاق ينتهي بعد حوالي أسبوعين في 19 نوفمبر والمحك سيكون هو هل ستمدد روسيا العمل به أولا ما رأيك هل سيتم تمديد العمل بهذا الاتفاق أنا أعتقد أنه لن يتم تمديده بشكل أوتوماتيكي لأن روسيا تريد أن يلتزم الغرب والأمم المتحدة تلتزم بتعهداتها بالعمل على رفع كل المعوقات أمام تصدير السماد والحبوب الروسية وذلك عن طريق تسهيل المعاملات البنكية رغم أن الحبوب والسماد ليس ضمن العقوبات الغربية ولكن العقوبات على البنكية وغيرها تعيق تنفيذ هذا الاتفاق مثلا شركات التأمين لا تقبل تأمين السفن المغادرة من روسيا هذه نقطة النقطة الأخرى تحويلات البنكية لا يمكن تنفيذها النقطة الثالثة هو غلاء أسعار النقل ومما يعني أنه ليس من الممكن أن تقوم روسيا بتوريد الحبوب والأسمدة في هذه الحال وقد تعهدت الأمم المتحدة وقتها أنها ستدعم هذا القرار وستعمل على رفع كل هذه العقبات لكن الأمم المتحدة لم تقم بدورها حتى الآن فلذلك أنا أعتقد أن روسيا ستضع العصي في العجلات عندها من أجل الضغط على الأمم المتحدة وعلى تركيا وعلى أوكرانيا وعلى الغرب بشكل عام أن يرفع كل شيء له علاقة بتصدير الحبوب والأسمدة الروسية عندها ستعود إلى هذه السفقة أن قاموا بما طلبتهم البعض في الغرب يقول أن الرئيس بوتين سيستخدم هذه الورقة بشكل فعال خلال قمة مجموعة العشرين الغرب يقول روسيا تحاول أن تبتز العالم من خلال ورقة الغذاء ما رأيك في ذلك؟ يعني يا أستاذ مهند خلينا عائل يحكي ومجلون يسمع أو مجلون يحكي وعائل يسمع يعني كيف يمكن لروسيا أن تبتز العالم بموضوع الحبوب وهي تقول أنها تريد أن تورد الأسمدة بدون مقابل وتورد 500 ألف طن من الحبوب بدون مقابل إلى الدول الفقيرة كيف يعني يمكن لروسيا أن تبتز ولكن هم يعني يقيسون بمقياسين يقول لك الأسمدة والحبوب دون عقوبات ولا يستطيع روسيا تنفيذ صفقاتها فكيف يمكن أن تكون روسيا ما هي التي تبتز الذي يبتز روسيا هو الغرب يبتز روسيا بموضوع إنساني من أجل عدم الهجوم على ميناء أديسة يا أستاذ مهند يا حبيبي عندما قامت روسيا بالتحضير للهجوم على أديسة خرجوا لها وبدأ العويل والصراخ في الغرب أن روسيا تريد تجويع العالم روسيا تريد تجويع الدول الأفريقية مما أدى إلى ابتزاز روسيا وقبولها بهذه الصفقة ولكن إذا هذا لن يستمر إلى أجل غير مسمى إذا ما شعرت روسيا أنهم يضحكون عليها فستستخدم السلاح وتقصف البنية التحتية في ميناء أديسة وهذه الصفقة ستذهب أدراج رياح هذا الكلام ستذهب السابع نقلا عن الغرب وليس رأيي في هذا الموضوع الغرب يقول كل هذه المسألة مفهوم 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 كل هذه المسألة التي تقول عنها روسيا الهجمات على أسطول البحر الأسود والمسيارات الغرب يقول هذه ذرائع هذه رواية روسية كاذبة لتحقيق أغراض معينة ومن هنا سألتك أنا الغرب يقول روسيا تريد أن تستخدم هذه الورقة لتحقيق أهداف معينة أستاذ مهند مفهوم يعني الغرب إذا بتنزل المطر بيقول لك بوتن هو المزنب وإذا بتنزل تلج بيقول لك بوتن هو مزنب وإذا ما بينزل المطر بيقول لك بوتن هو مزنب يعني إذا بصير مظاهرات بغلاء أسعار بأوروبا وأمريكا بيقول لك حرب بوتن وبوتن هو المزنب كل شيء الغرب يرميها على بوتن وعلى روسيا اليوم هذا الموضوع مفهوم أصبح منذ البداية أن هناك حملة دعائية بربرغاندا غربية من أجل شيطنة روسيا وشيطنة شخص بوتن بالذات أنا غست بوتنيا يعني أنا بالمناسبة لا أقدس الأشخاص ولكن هذه الحملة الشيطانية ضد روسيا وشيطنة رئيسها هذا هدفها هو بالنهاية إضعاف روسيا وإضعاف القوى التي تتعاطف مع روسيا تلتة ربع العالم يتعاطف مع بوتن المستضعفين في العالم يتعاطفون مع بوتن ومع روسيا لأنهم يعتبرون أن روسيا ستحررهم من الهيمن الأمريكية في عالم متعدد الأقطاب إن حصل روسيا ليس لديها من الخيارات إلا أن تأخذ الخيار الذي اتخذته وقالت أنا ليس لدي مكان للتراجع ولن أقبل على الإطلاق بسيادة منقوصة أنا دولة زاد سيادة ودولة عزمة وقالها بوتن يوما للأمريكان سأتصرف على طريقتكم سأتعامل معكم على طريقتكم وبدأ هذا الأمر بالفعل شكرا جزيلا لك الأستاذ بسام البني الكاتب والباحث السياسي كان معنا من موسكو